بداية سؤال الأسئلة القانون الدولي الإنساني كيف يتعامل مع هذا السلوك غير الإنساني من قبل إسرائيل؟ شكرا جزيلا قانون الدولي الإنساني ما بين قوسين قانون النزاعات المسلحة في السابق كان يسمى بقانون الحرب لا يترك شردة ولا وردة قانون الدولي الإنساني شرعه، انشئه، حرره من أجل حماية المدنيين غير المشتركين أثناء النزاع المسلح بشكل مباشر القانون الدولي الإنساني يهدف إلى أنسنة النزاع المسلحة وجملة صغيرة بسيطة للسيدات والسيدة المشاهدين المحارب المقاتل إذا استطعت أن تأسل فلا تجرح وإن استطعت أن تجرح فلا تقتل وإن قتلت فلا تمثل بالجثة إذن القانون الدولي الإنساني هو اللي بيعرفني أنا أو بيعرف الدول وبيعرف العوام والعامة والخاصة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بيعرفني أن هذا الفعل أن هذا القصف القصف العشوائي غير المميز هو جريمة حرب طيب جريمة حرب إزاي؟ مين اللي قال المادة التمنى من النظم الأساسي للمحكمة الجنية الدولية الصدرة عام 2002 القانون الدولي الإنساني بيقول أن إبعاد إبعاد المصطلح إبعاد الفلسطينيين إلى خارج فلسطين إلى سيناء أو غير سيناء هو جريمة إبعاد وليس تهيير مصري لماذا؟ لأن القانون الدولي الإنساني هو أيضا بيقول أو بيصف بأن إبعاد ونقل قصري بالعنف المسلح من قبل سلطة الاحتلال من رمالة ينقل المدنيين الأبرياء العزل الفلسطينيين من رمالة إلى القدس أو من قطاع غزة إلى حيفا هذه جريمة تهجير قصري طالما دخلت أو ارتكبت عفوا في داخل حدود الدول فالقانون الدولي الإنساني هدفه في نهاية المطالة طف إقرار مسئولية مسئولية الدولة التي تنتهك هذه القوانين والأعراف وهي مسئولية مدنية تعوضية وفي ذات الوقت يقر القانون الدولي الإنساني اللي في معظمه واتفاقيات جينيف 1949 يقر أيضا مسئولية من؟ الأفراد الأشخاص مدنيين دي مهمة جدا وعسكريين أيًا ما كانت صفاتهم الرسمية الذين شاركوا فيه شاركوا جنائياً في ارتكاب هذه زي ما حضراتكم قلتم المجازر احنا بنوصفها الجرائم الدولية سواء جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية درائم إبادة جميعي